اشتركوا في القناة وعن القانون اللي حدث عنه الكونغرس وقره واللي يعطي الحق لكل واحد انه يرفع دعاوة على الدول اللي تدعم الارهاب او اللي تسوي ارهاب اسم القانون هو العدالة ضد رعاة الارهاب والمقصود بهالقانون هي السعودية اللي سبق ان هدد وزير خارجيتها عادل الجبير ان بلدها راح تسحب فلوسها من امريكا اظنكم تذكرون هذا صحيح طيب الان اقروا القانون وانشروا الصفحات المقفية من تحقيق 11 سبتمبر وصار من حق اللي يريد يرفع دعوة على السعود وياخد فلوس المواطنين الله يحييه طبعا الحكومة السعودية صارت خرساء هالمرة ما شفنا الا المغردين والكتاب يعلقون اكثرهم ردوا بشتايم لاوباما وتهديدات الامريكا انها راح تخسر حلفائها وان السعودية محد يقدر يلوي ذراعها ويمكن تسحب فلوسها بعد القليل اللي كتب او علق في مواقع التواصل الاجتماعي بشوية عقل العاقلين هدوا اللعب وقالوا يا جماعة تعالوا نصلح وضعنا ما يكفي ننفي التهمة عنا انه فيما راح يقلل من عدد القضايا اللي يرفعوها دلحين واللي راح يرفعونها على الحكومة السعودية بتهمة التآمر في تفجيرات نيويورك نيويورك وواشنطن يعني احداث 11 سبتمبر اللي قامت بها القاعدة واللي اكثرهم كانوا سعوديين الحكومة ويش سوت؟ ما في شي غير اعتيادي طلبت الحكومة السعودية من حلفائها ينددون بالقانون المغرب استنكر قرار مقاضات السعودية والاردن اعرب عن قلقه من تبعات القرار ومثلها الامارات ودول خليجية ثانية الجامعة العربية ومجلس تاول خليجي عبروا عن قلقهم بعد ما شاء الله عليهم ورابطة العالم الاسلامي نددت بالقرار هذا التنديد والقلق ما ينشرب هلله لكن الغريب ان القرار ما فيه ذكر للسعودية وهو يشمل اي دولة ولكن اهل سعود والعالم يدرون ان السعودية هي المقصودة وعشان كذا ما اهتم العالم بهالقرار وقامت الحكومة السعودية تتبكبك لوحدها الامراء فكروا قالوا نوظف اكثر عدد من شركات العلاقات العامة عشان تحسن صورتنا السعوداء لكن هذا ما يكفي المهم جابوا لهم وفد امريكي للرياض وقابوا لول ملك وولده ولي عهده واتفقوا مع الوف اللي كان من بينه دينيس روس اللي كان يشتغل مع الرئيس كلونتن وكان يقوم بالمفاوضات مع الفلسطينيين والاسرائيليين وكان في الوفد بعد زلماي خليل زاد اللي كان سفير امريكا في العراق وهذا افغاني لكنه من المحافظين الجدد يعني من اللي يحبونهما لسعود هل الوفد الامريكي يجا للرياض يترزق وياخذ له كم مليون ويقول له كم كلمة ويكتب لكم كم مقال وكفى الله المؤمنين شر القتال اول ما رجع الوفد كتب خليل زاد مقال في مجلة بوليتيكو وعنوان مقاله مثير نحن ضللناكم وهذا كلام امير كبير ما قال اسمه وفي العنوان بعد كيف صار السعوديين نظيفين من تمويل الارهاب تصوروا هذا مقال مديح اكثر مديح لمحمد بن سلمان ورويثه بس في البداية قال اشياء وقفت شعراسي قال خليل زاد ان صديق لال سعود خاصة للملك عبدالله وان في زيارته الاخيرة للرياض اعترف له مسؤول كبير بان السعودية دعمت دعمت التطرف الاسلامي ضد عبدالناصر ولما نجحت دعمت التطرف الاسلامي في محاربة الشيعية ولما نجحت دعمت التطرف ضد الشيع وكتب خليل زاد ان الرياض خافت تعترف بالمسؤولية في احداث سبتمبر وان المسؤول الكبير السعودي قال له كنا خايفين تهملوننا يا الامريكان او تعاملوننا كاعداء وعشان كذا حنا انكرنا ان لنا اي دور او نتحمل اي مسؤولية هالحتي راح يستخدمها عوائل ضحايا تفجيرات سبتمبر اللي بيرفعون دعاوة على السعود في المحاكم الامريكية لان في اعتراف صريح بان السعود لهم دور في التفجيرات وراح تنفض المحاكم الامريكية جيوب الاسعود مثل ما انفضوا جيوبكم يا مواطنين بالضرائب وغيرها المهم خليل زاد يقول ان الاسعود خلقوا لهم وحش يمكن يبتلعهم يقصد داعش والقاعدة وعلى فكرة خليل زاد ما هو متأكد ان الرياض وقفت دعمها عن جبهة النصرة حتى الان ولا لا وللتذكير بعد انا استغرب هل شفته واحد عاقل يقول اللي قالها الامير بندر بن سلطان يوم قال انه هدد توني بلير بالقاعدة وقال انه راح يخلي شغلها اسهل في تفجير لندن بالله هل هذا كلام واحد عاقل يقول للانجليز توقفون تحقيقات صفقة سوداء اليمامة ولا اشيش عليكم القاعدة وفعلا وقفوا التحقيقات اخر شي يقول خليل زاد في مقالته ان السعودية راح تكافح الارهاب والتطرف الاسلامي عبر رؤية محمد بن سلمان ما شاء الله عليه طيب كيف يقول ان محمد بن سلمان بيقوم بزيادة القيود على هيئة الامر بالمنكر وفصل المتطرفين من مؤسسات الدولة ومراقبتهم وتعيين قيادات سلفية جديدة شابة تكافح التطرف السلفي وقال ان السعودية راح تسوي تغييرات في رابطة العالم الاسلامي حتى تواجه المدارس السلفية في الخارج واللي بنتها اصلا ودعمتها الحكومة السعودية بالله هل هذا كلام واحد عاقل؟ انا متأكد ان هالكلام قالوا هالسعود الخليل زاد لكنهم ما راح يسوونه كل ما يهم خليل زاد انه ياخذ فلوسها لسعود كموظف علاقات او بتعبير مهذب كمستشار لهم هذا نوع من الابتزاز وما راح يغير وجهة نظر الغرب عنها لسعود وسلوكهم الدنيا مدحد له اما دينيس روس قام وكتب بعد مقالة دعائية لمحمد بن سلمان ورؤيته العمياء في صحيفة الواشنطن بوست عنوانها يقول ان في السعودية ثورة على شكل اصلاحات يقودها محمد بن سلمان روس مثل خليل زاد يبدأ بقول اشياء معروفة مثل السعودية تدعم النسخة الاكثر تطرفة للاسلام وانها تدعم المدارس الدينية في الخارج اللي نشر الاسلام المتطرف وغير المتسامح يقولها الحدسي حتى يمرر علينا مديحة لمحمد بن سلمان ورؤيتها العمياء حتى ان روس يبالغ ويقول انه شعب سعودية ثانية غير اللي كان يعرفها من قبل ملخص اللي ابي اقوله ان الدنيا قايمة على السعود وعلى البلد كلها وعلى الشعب السعودي العظيم بعد وعلى ما تبقى من فلوس الشعب كل المصايب اللي سبقوا وسواها للسعود قاعدة ترتد علينا جميع واذا كنتوا يا مواطنين تعتقدون ان ما بقى الا شوي وانخلص من هالأزمات ترى انتوا وهمين المشاكل تزيد والاوضاع تسوء وقريشاتكم تقل والضرائب راح تزيد بعد اذا قالوا ان حكم سلمان هو حكم نكبة ترى ما بتعدوا عن الحقيقة وإلى هنا اقول الله معكم وإلى حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا غانم اترككم في رعاية الله اشتركوا في القناة